اخبار اليوم باش نرجعوا على اهم الاحداث الفيديوهات وصور اللي نرجموا يثيرون الجدل او يثيرون متابعة التوانسة من بين الاحداث و ساعة يصيروا بشفقة هابشو نشوف احنا تو نقايم وخليلك لك انتي التعليق ما زلنا نبدي ناجر نانك ثم بعض الاخبار شا بديوا اليوم بالكلمة اللي كانت لوالي بن زرت اللي البارح اثارت الكثير من الجدل والتعليقات المغلبها كانت الحقيقة سلبية مع احترامنا لسيد الوالي ولكن الكلمة اللي كانت في بمناسبة فعاليات المنتدى العالمي للبحر اللي تحتضن ولاية بن زرت مؤخرا كلمة كانت لوالي نابل لكن المحتوى وطريقة تقديم هذه الكلمة واللي بن زرت هي اللي اثارت الوجد الكبير خلينا نسمع وشنو اللي تقالح نخذينا راهو الكلمة هذية من المصدر الرسمي باش ما نقولوش راهي تقص منها وإلا من بدلة كلمة كلمة كيفاش اتقالت وفي وقتها وكيفاش وشنو اللي صار بالضبط خلنا نسمع ونرجو للتعليق فعلينا لكم طبعا مع حضرة سيد الوزير الدولة التونسية تدعم كل المشاريع حضرة سيد الوزير التونسية والعالمية الدولة التونسية تدعم كل المشاريع مع الجميع التونسية والعالمية نحن في انفتاح دائم مع الجميع كما أريد أن أشكر أيضا الذي التظاهر منهم بتواصل عن بعض وتعذر عليهم الحضور معنا كما أريد أن أشكر أيضا منهم بتواصل عن بعض وتعذر عليهم الحضور معنا أريد أن أشكرهم شكرا خاص باسمي وباسم وليت من زرته باسم جمهورية تنسية شكر لكل من شارك ورسم مليم حماس تقبله لحوض المتوسط طبعا بذفتية الشمالية والجنبية عندما تستحقونني ستجدون مكتبي مفتوح سيدتي وأشد على يديكم ومرحبا منكم لذنيو في نكرة وفي المنتدى هدايا كان حاضر كل من وزير السياحة الحبيب عمار كتبة الدولة لشؤون البحر أسماء سحيري ويبدو أن الكاف الكلمة جزء منها وموجه لها كما قلنا هذه الكلمة بتعوالي بن زرت سامير عبداللهوي في افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للبحر مش نحكيه بمعناها ومنشعلقوا بطريقة موضوعية بعيدا عن كل ما هو معناها ما نش بش نحكيه على الموضوع عنه هذاك عين وفلان نحن بش نحكيه على رجل دولة ممثل للدولة توصية في منتدى حاضر في معناه تم تنظيمه في بلادنا على مستوى الخطاب على طريقة الخطاب على الحضور لوالي بن زرت لنرى وسائل الأعلام مثلا خطر مؤخرا سوفيان حاضر في أمير موناكو معناها راهم يهتموا مهتمين بالمنتدى هذية دونك خليك انت التعليق على الطريقة على الكلمة احنا شفنا حتى رئيس الجمهورية وقت اللي حكينا سوفيان على الكلمة متاعه صحيح ظر فيه الاتجال ولكن كان حاطت ورقة قدامه فيها بعض النقاط حكي فيها وكل ما يذكر يرجع للورقة هذيك اليوم طريقة معناها مواصفات اختيار احنا اليوم مش نحكيه على والي ولكن طريقة زادك كيف كيف اختيار الوالي واختيار الوزير واختيار المسؤول في الدولة كيف تكون ولا كيف أصبحت يسوفيان هو شوف ثم احنا عنا المدسة الوطنية ومدسة القومية للإدارة عملناها في تونس مناها في اخر ستينيات وداية سبعينات القادمة الماضي كما صرت في فرنسا في فرنسا تم عام 1944 تم بموجبهم خلق المدسة الوطنية للإدارة المدسة القومية للإدارة والتي هي باشتغذي الدولة بالكوادر امتاح على المختلف المستويات ووقتها دوغول بعد محرر باريس قال لفرنسا رغت لدارها وقال اليوم الحزاب هو أسباب البالية اللي أدات إلى الهزيمة من عام 40 والاحتلال ألماني وريرو وقال الدولة يجب تكون كوادرها ويكونوا الناس ما عندهم ونكونوه على أساس وأنه رجل دولة الدولة هي معناها مختلف كذلك الأبواب التي تطرق في السلطة العمومية من بلدية من ولاية من معتمدية من وزارة من عمارة من سفارة من كل شيء هذي الضروري أحنا في تونس الحق كي تشوف الكلم هذي تقول السيد الوالي كي ما معناها في ذلك مدرس المشاربين ما يجمعاش بصراح معناها الكلمة ضعيفة عربية رككة أفكار ما هي شي مسترسلة كان يحكي على قضية بعد القضية أخرى تأتأ في كتشوف الكوميونكاسيون المنطوق على مستوى التفصلي كتشوفها في الفيديو جيدة تتسدمون ومش مختنعة بالليقات يقول فيه رو ينجم يعمل ميديا ترينينج الوالي ولا حاجة كيم هاك ينجم روما مش مش مشكلة جاك شيراك اللي وقت تتلعى في فرنسا كانوا صحفيين جاء بعض كمان ميتيران وبعد دوغول كانت كل جماعة بنته كل شهر كلود تشزون أمريكا وعمل تكوين كبير وشيراك معناها رجل كانت شياسة تخلي تقول أنت في السلوث المقدش دوغول ميتيران شيراك تنجم تقول هذوما من السلوث الكبير في بلاد فيها كليمونسو وفيها أريستيد بريان وفيها جون جوليش وفيها بومبي دو يعني يخدم على مستوى هذا لونك اليوم فن الأقناع رأوا حاجة مهمة جدا وخاطب القومة بما يفهمون واريستوطاليش كتب كتاب اسمه فن الأقناع على ريتوريك كتب لبوليتيك كتب لبويتيك فن السياسة وفن الأدب والشعر وكتب كذلك لغيتوريك اللي هو من أعظم الكتب في التاريخ والعرب خدموا على هذا اليوم بصراحة كتشوف ولي في لقاك وانتي عندك متمر جاي بتاع الفرانكوفونية وانتي كذلك في وضع سياسي داخلي هش والعلم لكل الأنظار ملك ذلك أبسط الأشياء وانك تكتب الخطابة متاعك حتى بالدرجة لو تنجم تكتبوا وإذا كانت تعملت اللغة العربية خاطر قال هو ستجدين مكتبي مفتوح سمحني لو ما يجيش هكي تكلم بالبربري مش مشكلة البربري لغة جميلة لغة الحب ولغة العشق ولغة الأم لغة العربية نتكلموه البربري هذي خليط منه عديد اللغات وإلا اكتب ناس وقرأ وقبل ما تقرأ حظ روحك انتي شوف من أكبر المغنين في العالم بلجيكي اللي هو جاك بغيل نشي خالوه فرنصاني جاك بغيل سماء أغالي ما يجو من غادين حد من غادين حد عمده 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 في البروزودي متاعه قويس شوف عليها يدخل حتى الحاج جوجل جاك بغيل اللي وصل للقمة الفن العالمي كان قبل ما يدخل على رقح يبدأ يتصببو على قن ويبدأ يعمل في السبور وخايف وكل شيء مش حاجة سهلة معناها فن الخطابة عنده وصوله على مستوى اللهجة على مستوى مخارج الألفاظ على مستوى النظرة الغذرة الوقفة التنفيذة نعمل 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 حاجة كما هك الحق ما كانش المستوى هنا أنا أريد أن نجبد على جانب وأنه يقول أنه سيد هذا قريب من سيد رئيس جمهوري وعين هو خدمة الحامل بتاع سيد يبوزي تنش بتكون قريب مرئيس أوكي لكن ما ما معناها بيش ويجب تكون قد المسؤولية وإذا كان شاء تصدف وأنك جاتك مسؤولية هكاية عن طريق الصدفة يجب تعمل تكوين وتحضر نفسك وتكون عندك حضور وانتي تمثل الدولة التوصية وهي في النقطة هذي بالذات سوفيين توا بعض يخوف يقول أنه نخاف التسمية القادمة كسوى معناها من رئيس الحكومة وإلا الفريق الحكومة ومتاعه ولا زادك كيف الأولات ولا المعتمدين اللي بشي تم تسميتهم يكون لكل المواصفات الأولى قريب من رئيس الجمهورية ما عادش نهتم برشة من المواصفات المطلوبة أن يكون رجل دولة قادر على التسير قادر على فهم مشاكل الجهة إذا كان مثلا ولي أكيد هنا لازم زادك كيف كلمة لرئيس الجمهورية رأو هذا مش معناها أن المقربين من رئيس الجمهورية ما عندهم ش الكفاءة ثم الكفاءة ولكن زادا ما لازم ش يطيح في الفخ في اختيار ناس فقط اللي يعرفهم هما وهذا يعليش قلنا أحنا دائما في قراراته لازم ينفتح ويسأل ويشوف وياخل مشورة لأنوا عنها من الكفاءات ما يعرفوش رئيس الجمهورية ما خدمولوش الحملة الانتخابية ما عندهم ش بيها علاقة ولكن زادا كفاءات يقتدى بها كما قلت أنت الإدارة متاعنا أحنا المدرسة متاعنا العمومية خرجت كفاءات كبيرة وثم ناس خدموا خارج تونس وداخل تونس اليوم شنو المطلوب من رئيس الجمهورية إذا كان ثم التعينات على الأقل في الفترة استثنائية هذية شنو المطلوب منه لتعيين الكفاءات القادرة على تقديم الإضافة للدولة تونس هو ساعة قبلكم بشي لا يزمون بشي عين لأنه كنشوفوا الأمر اللي إيش متاع 22 سبتمبر هو بشي عين وهو بشي ترأس مجلس الوزراء وهو كذلك سيسمع لرئيس الحكومة بشي ترأس مجلس الوزراء بيتفويض منه وبالتالي بشي يكون هو في العراضة يعني حكومة الرئيس الآن نحن المنتجين إلى حكومة الرئيس ما هو المطلوب المطلوب هو أنه ما يمشي شي بالعاطفة يلزم يمشي على أساس الكفاءة معناها ثم ناس حتى مش متفقة معاك سياسيا لكنه عنده الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية ولا غيرو ما ينجبوش يكونوا ناس كل متفقين سياسيا وبركتوه الرئيس شنو فكره سياسي ما نعفوش جميع يقوله هم سلافي هم سياسي هو التوبة نعفوش اللي نعفوش هو إنسان نظيف وصدق لكن ما عنده شي فكر سياسي لهو كتب لعنده حزب لعنده والبالح يجتمعه دائر خمسة وعشرين واحد كل واحد يقول لحد جمعت خمسة وعشرين يعني في شباب وابنات وغيرو وجمعيات وأشخاص ومجموعات باي هم حرار في ذاك لكن في التعيين الآن تعليش حكومة ما عندكش حق بشتغل تعليش على خاطر الخطر طو إذا كان نغلته هو خطر مش الزوار الديموقراطية هو خطر زوار الدولة اليوم الدولة تنسية طول المهددة اليوم من باي باي من عام ستنة وستين تاح أول مرة وزاد تاح بصناش في المياه شوف الوضع الاقتصادي والاشتماعي شوف وضعية الدينار شوف مضوعية المنظومة التربوية شوف منظومة تعليمية وفي التعليم نحاو حتى يعني فكرة النقدي ابن القارح اللي قرأته أنت وغيرو نحاو هاليوم نحاو رسالة غفران اللي هي تخلي الشاب يولي عنده رؤية نقدية تجاه حتى المقدسات لأنه الفكرة الأذبي ينجم يكون نقدي تجاه المقدسات وهذا جوهر الفلسفة اليوم مليون تمشي من باب المحراب خالية منزيدو شي احنا نثقلو وكل يوم تختار عندك كفاءات اقتصادية اجتماعية أو هلو باش تفسرون أنه توانسا عنا مهندسين من أحسن في العالم عنا توانسا كما نحكي عن الأطباء من أحسن في العالم عنا جي جوليست من أحسن في العالم عنا جي تكلي سيانسو باريول باهين عنا وانك شوف الشنوى الشنوى روجي اكسبير جاك ما ذي متاع عشي اسمه متاع عريبابابا نهار قال لنا بش استغنع الفلوس قال ثمانين شهر ما 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 موخرا قالهم الصين يحكم في الحزب الشيوعي وعندها قائد واحد عليش را خدش الحزب الشيوعي يحكم في الصين ولو هي بلد رأس ملي عالمي حزب الشيوعي عملوا الثورة ومعا موتسي تونغ ونهار واحد سبتمبر 1949 دخلوا البيكين وأسوا الجمهورية الديمقراطية الشعبية متاحة من الصينية وقادوا يحكموا اما شنوى في الخبراء يجيب لكناس طيارات ولو هما عايشين قادة تابع عايشين ازمة بشي قص عليهم الضوء معنا رب يستر في الأوروب بشي يسيل فيهم والصين قاعد يقص خاصة في مناطق الشمال وعند مكريس في الناروجي كبيرة وصمى مشكلة كبيرة وأنهجة في الليل بلا زو كلها ببلا زو وصمى اشكالية كبيرة طباحة في الحاج جوجل تلقى في الاكتواريتي المسألة هي لكن اختاروا ناش الكفاء يخيطون شكونوا بنها بنها وليت بنها وليت بالحق الوالي عنده وظيفة أساسية لو الوالي احنا على الوالي لانيك دي كوفيرلور انتع مي ألتش ورمية واربعة وسبعين اللي هو الوالي عنده جوز كاستكتات كاستكتا متاع وزيل الداخلي عارفوا وكاستكتا متاع رئيس الجمهورية مثل كاستكا رئيس الجمهورية وبالتالي هو رئيس في منطقته جينا احنا بعد الثورة ردينا الوالي تبع رئيس الحكومة تبع القصبة وليه يقول له غمان دبر لي حدوتي حتى ولي يقول هيا باهت يا ذاكا براكا سي براكا ثوالي مش الولايات لكل براكا ثوالي عنا ولات باهين حركة سكاكن بين على الولايات اسمية الولايات والمعتدين والحزاب قالك عندي الحق والعمد داي والنهذا قالك عندي حق في سينة وثلاثين واني الديه في ثمانتار وحتى وقتها المثار قال عندي حق في ستة ولا سبعة ولكلهم ويا خطر يعفوا تأثير الوالي والمعتد والعمدة تعمل زردة في دارك تعمل زردة في دارك قولي اخويا زهما نعطيها لسحب أمي انتي حرق اما هذي تونس راو لا زردة لا سحب أمك سمحني اذا بتكون كثائها دالي جيزي الله يرحمه يناعمه احرف الشارع دالي جيزي دالي جيزي ما كانش في التجامعة دستور الديمقراطي اما دالي جيزي راجل وصيد الرجال وشد وزيل تعليم عالي وشد وزيل ومتع صحة وشد بانيها راجل فاضل جدا اخدم عبن علي شميه ولو اخدم عبن علي دالي جيزي من اكبر وزيلة عرفتهم تونس عبد الباقي الهرماسي احنا صغار كنا نقراه التازي متاعه في الكنداد دكتورنا متاعه على اللي تايي السوسيتي او ماغريب شد وزيل ثقافة وشد وزيل خارجية رأي كثاءة مش بالضرورة دولة مش بالضرورة ليس بالضرورة ليسبهلك فيها وكان جينا كل صبر بعضنا شنية الحكاية انتي شوف الخليط دي ما به انا عندي مرع صديقتي مزيانة يسر جيتنا للدار وثكية ثكية النار الهليبة سوف تتلي بنتي قطي بابا كينها ملايكا قلت لها ابوها من برقو ومها من المستير شوف شعطات كيما بالإخضاء الغني لحنهم كتبهم المرزوقي اللي هو من المرزيق ولحنهم خميسة طنية اللي هو من بنزل وفي نغم إيراني الهاوي تعطي دي ما الخليط لما القام يعطي حاجة مزيانة يعطي حاجة صلبة دي ما يعطي القوة التمازج فما نسبهوا لكل بعضنا ثم عائلات في تونس على حكاية الفلوس يوليوا يخذوا كل من بعضهم ومن بعد تقع فيهم هذا حالته حليلة ولاخره اشتر مهبول ولاخر تخلو خلاج في الحلة ولاخر معلها قاطع الرجولة ولاخرهم ذلك شوما يوليوا دي زيدو عليش خطر على الملك يخذوا كما بعضهم وموجودين مش لازم نذكرهم في كافة الحالة تونس موجودين وبعض المدن في معاليات كبيرة يخذوا كما بعضهم وفالاخر يمشيون من المال ويقعدوهم لبال على خطر حتى الفلوس ومعرفوش يتصرفوا فيهم لانهما غزيوش العائلة بيعناصر اخرين في المدين يعتبروهم عرب ولا اقعار ولا ولا البلايس ولا بلايك ولا بشي في كلهم نصيب يخذوا كما بعضهم في الأخر حتى علميا يخذوا بعضهم زرعة مديش لاجليس دي ما لبوتور ليس بتعطي حاجة اليوم سمحني والله نحكي لك لاني يقديم لاني يقديم لاني يقديم رجل كبير لاني يخدم رمو نخة بورقيبة في الصحافة كان قبل لي مهنا في ناب المثال يقع تونتا في بيشاور في بيشاور تونتا في بيشاور الودي يجتمع في الصبحية مع الموديلين الجهويين عنده كل في التجهيز وفي الصحة وفي الامن وفي الكل ويبدوا يحكيو طيب الودي وليس لدينا الموديلين الجهويين في تونس ومجردوا وفي الصور في الصور ويقضوا الوديلين في الحوان ويقعوا الغرفة بيشاركة بيشاركة كانت وقيلة 30 صباح 8 صباح وقيلة أعطي أنتا أغاشية تونس وما لا كان رجل تنتخل في تونس و تذكره اسمه قاعد هكا يتناول تقول انتي متى عيسر عقبالي الجيسي عمل شاشية تناوله متى عيسر بعد قلو غضو صباح الحبك في بيروية بيت الرجل اذاك يرعج عمل شاشية كان ولي يرعب مشلو صباح يرعج قالوا انتي بش تعملوتين قلو كفاش قلو سياسة الدولة او بش عملوتين قالوا عنديش فلوس قالوا عنديك خمسين مليون ما هو بش نزيدوه مية وخمسين وميتين مليون كان ما نجحتش خليه ما عندك مستجل عم تعمل هيدا شوف الولاد كشخدنا محامد بالجب اللي هو من كليبيا من هنا عملها سناشن الف بيل في سيدي بوزيت سماوها عزيزة بولابيار أبو حمد التريكي مليك يا قليت هنا قدمت كتابة مطعمو الذاكرة فلا عنا وليت بنيت البلاد هزيت على كتافة في الكاف وفي سليانة وفي بكسر وفي السحر وفي الجريد وفي سفاقس وفي قابس ولو رو الصحرة 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 هالنهارين سماو واحد ميت كنسمعش بيه رجل يرحمو عمرو ثمانين سنة مات يفرقس عن نجا متاعه رقاوها في العرق مسكين يرحمو توفى بالتوى خلال التوى في جهة الفوار لتيتاعف الكبار في السحرة لتعفل الكبار في السحرة انا مرة مع واحد ملهمت قام يسح قطوشون قاد يتزيب يا رابعو ليدو يشوف الزيب واللاد واللهج تلموع ودهرنين وتوفى ومن ثم الفوار والجمع توك بدا شوف كيفا شو هلات وبدا شوف تنبيب والتلمين وقال كيفا شو هلات اشكول هذوك عملو هزوك عملو هلات فمتين مش والي هاو فتصاول لها الكامل وهو يبوزي ويولي عنا ولي جرامور كما عنا استاقرامور غدو نقولو عياتكم شو ساميه ولي جرامور عادة ما يلبس لنا معيو بدأ يتشي تحكيه هو كان يخدم ويصور به ولو ساعات ما نسمعه لا يخدموا ولا يصور ولا يتحركوا اخرج من البيرو راهي الخدمة مهاش في البيرو راهي مشاكل الناس على عين المكان اهبط للميدان شوف قضايا الناس شوف مشاكلهم شوف الطرقات شوف الانارة العمومية شوف النقل هذو هم المشاكل متعبت وين سارت؟ بل حانا رئيس مركز امن عمومي اخذي دكتوراه في جرجيس في النانو تكنولوجي عنا شوفت زادة سولة يظهر اللي في قليبيا متعبتك تعريف مشاء معناها عملوها رجل ختيار كبير في داره رجل كبير لانه مقعد مع ولده هذو كان الميدان هو الكل انا معاك لكنه ممتون يجب تكون تمثل الدولة تمثل الدولة ما تلعبش اخي الدولة سهلة هي تم واحد كان ويلي وقف عمر بالخطاب عادة يكتف الشاعر هك من لوعة امر القيت فمثلو كي حبل قد طلقتوا مرضعا فالهيتها عن جديدها مائمة مغولي اذا ما بكن صرع فطله بشقن وطحتي يشقها لما يحاولي قالوا جهناش الشباب تتغزل بن سامة عشامشة باخر زيب قالوا سيدنا والشعراء يتباهم الغاون على متلاق انهم في كل واجن يهمون ويقولون ما يفعلون ما وصلت الشعراء اضحك عمر قالوا لغم هذا بشنا حيك لانك تمثل الولاية تمثل الدولة بشنا حيك ولو قالوا هو اذا احنا قولوا ملا نفعل الشعراء اشنو يا خي صحيحة الحكاية واش كيمة الدليوي تعوني حكي لك دليوي علش قتلوه ولد عياري شهمتني ولد زلاس قتلوه هو عياري اما انتو كاه هاذا شاعر شواليك الدولة عندها نواميسها وبالتالي في كيفة المواقع في قولوا لوم كيفوة ولا بلس كيفوة الرجل المناسب في المكان المناسب ويخدم الصالح العام وإذا كان اشتهده وصبه في الواجلان اشتهده من صبه في الواجلان أما وشبيه وطفول هذك عنده الحق شفتهم سبوه على شكله وعلى عيلته وكذا أنا ضد التوصيم خاصة أنه تدي بوزيد لكن ما يفيش وأنه هو مدام يتحمل مسؤولي يدخل اللبسة على الولاية والكرسي فيه الإيجابيات وفيه السلبيات لازم تتحمل أنه قدره وإحنا مثلا كوسائل علام ما نش مجبورين أنه باش نشكروك في كل إنجاز وفي كل عمل صحيح صحيح معناه كان شكرنا راه مزية منا ولكن في السلبيات وفي الخطأ رانا باش نتكلم عليه وباش نحاوله نصلحه هذا هو المطلوب الكرسي لازمك تقبله بإيجابياته وبسلبياته والتكوين موجود هذي معناها صورة الدولة خاصة في مناسبة كمان هذي عنا ناس أجانب ناس جاية معناها صورة تونس أنت يتمثل غادي وكأنه رئيس الجمهورية وما كان رئيس الجمهورية قدام الناس البرانية لازمك تعمل حسابك على أي كلمة تقولها وبالطريقة كيفاش تقولها وتمثل هيبة ألة الدولة يعطيك صحة شكرا لك سوفيين كانت هذه لنفو ديوجوخة